بسم الله والسلام والسلام على رسول الله مرحبا بكم لبنات في الفيديو في الفيديو اليوم جبت لكم 4 قغات سهلة مهلة وغير مكلفة توجد يعني في رمشتين هنا هي لبنات نقضم لكم باش تشوفوا القوامتها كيفاش يجي يجي هيلة جيمت خجخة بنتها بنا يعني سر الإحماراتها كامل أصرار اليوم رح نمدهم لكم في هذا الفيديو مع لكم غير تابعوا الفيديو من الأول للأخير وديروا لي جيم واكتي فيو لاكلوش هكا باش يوصلكم جديد وصفاتي أول حاجة اللي بنت هنا يا عندي باطاطا اللي كنت قطحتها دوائر وقليتها وعندي أيضا سوس تاع الجلبانة اللي كنت يعني رميت لها غير الكويس ومبعدها فتته يعني تقدروا تستغنوا على الدجاج نهائيا وتكتفوا فقط بمرق الدجاج هنا يا بالنسبة للأصوص تقدروا تديروا جلبانة ولا زيتون ولا يعني اللي تفضلوا سينو تقدروا تديروا صوص انتا دجاج واحدها بالنسبة يعني للباطاطا يعني حنفر الشهادة غير كتمون في البلا ما رحش ندهنوا بسبدة ولا لأنه لأصوص تاعي رهي مزيتة يعني ما رحش يعني لغاتا تعيت السقف في البلا ومعلم تو يعني الباطاطا رهي أيضا فيها استيت نقصوا شوية زيوت هذه هي نحاول اني ستفها كامل يعني نديرها طبقة ومبعد باش نجي نرمع لها هذيك لأصوص انتاع الجلبانة ومبعدها راح ندخلها للفرن على 180 درجة حتى البطاطا تشرب لي هذك لأصوص وتتجمر لي في لأصوص باش جيني بنين الآن نروح نحذر لها صوص بشامل اللي متكون ش يعني ثقيلة نحاول اني نخدمها خفيفة عندي اثنين ملعقة انتاع لفاغين ما تكونش بومبير عندي ملعقة كبيرة انتاع لاماقاغين مع ملعقة كبيرة انتاع الزيت مع رشة انتاع الملح نحاول اني نديرهم فوق النار يعني حتى نذوب لي هذيك لاماقاغين وتنسى يجمع لفاغين وتتحمص لي تخيط خبيان هكا باش اللي بشامل تحكم جبنينا هنا هي اغضفت نصري تلا نتاع الحليب ونخلط ملح يعني مع اللول تحسوا انه الخليط هذيك تكربس لكم لكن مع التحريك المستمر رح يرجع لكم عفوا كما رحكم تلاحظون هي يلا بشاملتين حتها دين كوتي ورح نزيد لها شوية تاع الجبن يعني اي جبن تفضله انتوما باش اللي قاعدت انتحكم يجوا وعندهم رائحة مميزة تقدو تديروا جبن الشيدار ولا جبن المتزاري لا تانيك يعطيكم احمارة هاي اللي وبنة مليحة يعني بالرغم انو اسعارهم غالية شوية لكن يعني افغيمو يزيدو البنة في اللقعة هنيا بعد ما خرجت البطاطا اللي كانت جمرت اللي تخط خبيان في لاصوس وشربت كامل هذيك لاصوس وشربت البنة ضفت عليها نيا شوية تاع الجبن وراح نجي انطيف كامل كمية تاع البشامل الفورت تاعي راه مزل سخون يعني خليه تشاعل اللي يندير البشامل على سطح القعاتة انتعنا البناء تحاولوا انكم البشامل تحكم يديروه شوية خفيف مديروهش تتقيل بزاف اكا باش القعاتة تحكم يجيكم مخفيفة ثانيك وما متجي بنينة احسن من البشامل اللي تكون تقيلة بزاف لان ايضا حاولت اني نسكرفل شوية تعال جبن المتزاري اللي عمل فوق ان نستعمل شيمة اللي لابوت تاع وزرقها هذيك هي احسن انواع المتزاري لفي الجزائر هذي هي القعاتة انتاي بعدما اخذت حميرة مليحة وجمرتلي في الفرن يعني راه هني جبتها سخونة تشخ تشخ يعني جتحي للبناء تمن في البناء تحاماني فيك معدي ما نقول لكم وحاجة سهلة وخفيفة يعني تقدروا بيدون لوحوم ديروا قعاتة وجبة غداء او عشاء بكل سهولة بلا مظلو اتخمو هنا يا جيت نقسم معاكم باش شوفوا القعاتة تاعي كيفاش جيت من الداخل وراني نقسم فيها هي سخونة يعني من المستحسن اللبناء تخلوها شوية تجمد تشد روحها باش في التقطع يعني ما تغلبكمش وليموقسو يكونوا مقطعين شابين شوفوا اللبناء جيت هيلة جيت مشخشخة بطرية ما عندي ما نحكي لكم والتحمير انتع الفخوماش جاه للبناء نتمنى انو الوصفة تالي ونتعجبكم واذا جربتوها شاركوني الاراء تحكم في التعليقات اذا اللبناء وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله الوصفة تالي يوم تكون نالت الرضا انت حكم مقالغين نقول قاو على خير وما تنسوش قبل مشاهدة الفيديو قبل مغادرة الفيديو دلوا لي جام واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد قاو على خير وإلى فيديو مقبل ان شاء الله وطلع الله في ربحت لكم السلام اشتركوا في القناة شكرا